السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب حضركم يكونوا بخير فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري زي ما تعودنا بنبدأ بذوقاتنا بالصلاة على الحبيب الله مسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جايب لك أخبار نارية بالنسبة للنادي الأهلي أول خبر معنا موعد السوبر الأفريخي اللي إن شاء الله يقوم فيه الطائف فيه طبعا المملكة العربية السعودية الحبيبة اللي بنعتز بها دي رقم واحد رقم اتنين رجوع محمد فضل إلى إدارة أو إلى بالأحرى إلى النادي الأهلي أول ظهور لكابتن سيد عبد الحفيز وتصريحات الرسمية موجهة لكابتن محمود الخطيب جديد أحمد قندوسي إعارة إمام عشور والفنكوشي اللي كان طالع على قصة إعارة طبعا إمام عشور وحل أزمة اللاعب المميز جدا طبعا عمار حمدي يلا بقى نخش بالنسبة للتفاصيل أول تفاصيلة معنا يا جماعة وهي فنكوش إعارة إمام عشور فيه موقع كبير أوه في مصر طلع وعمل يعني دائلوك كامل وخبر كامل ويمقال كامل كله قصص وحواراته ومالوش أي أساس من الصحة بيقول صدام ما بين كابتن محمود الخطيب وحسام غالي وحسن حمدي طبعا الرئيس التاريخي له النادي قال لك إزاي إمام عشور يشتم فرموز النادي إزاي إمام عشور يكمل في النادي إزاي إمام عشور تجيبوه إزاي إمام عشور ياخد فيها أولى إزاي تشتروه بتلاتة مليون دولار ده المقالة اللي تقال مش على لسان حسن بحمدي طب القصة في إيه؟ قصة كل ده عارة عن الصحة في مواقع بتحاول تهد وتقصر في مبادئ ووضع النادي الأهلي طبعا إحنا عارفين فيه نواية مبيتة طبعا لوقوع النادي الأهلي خاصة أن عنده معسكر مهم وعنده كمان يا جماعة ماتش مهم جدا ومباراة مهمة جدا ويوم 15 ستمبر في طبعا الطائف مباراة السوبر الفريك والخبر فانكوش مالوش اي اساس من الصحة امام عشور نجم الفرة امام عشور الراجل متوقع منه حاجة مميزة جدا ادارة النادي الأهلي برقاسة كابتن محمود الخطيفس كابتن خالد بيبو كابتن كمان حسام غالي عادوا مع الامام عشور قوموه جدا نفسيا وقوموه اخلاقيا الناس حبا اللاعب اللاعب مميز اللاعب كبير اللاعب من أفضل أفضل اللاعيبة اللي كانت في الدور المصري وانا متوقع له ان سنة واثنين هيحترف في الدور السعودي لان اللاعب كبير ورعيب متميز جدا 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 نطلع من قصة امام عشور والخبر الفانكوش تخش على النجم المتميز جدا عمار حمدي عمار حمد يا جماعة كان عام من قصص وافلام كبيرة في النادي الأهلي وانا مش قاعد وعايز فلوسة كاملة وانا مش قاعد دكة وانت لو انا لازم اعود وانا لازم اعمل وانا لازم اساود قصة رسيت رسيت ان عمار حمدي كابتن شاوغ غريب ووصل مع اللاعب تليفونية واقنعه ان من خلال اللاعب في المقاولين هتلعب اساس في النادي الأهلي قال لك ايه عمار قال لك انا هامشي بس هاخد بقية عقدي من النادي الأهلي يعني ايه؟ يعني انا هامشي واخد 3 مليون جنيين لانا مضع عليهم في النادي الأهلي غير اللي هياخد من المقاولين طبعا دا لو ادراعي عم عمار انت لسه بتسمي في كرة القدم مش انت لازمي ادراعي النادي الأهلي لسه بتسمي زي ما بيقوله طب القصة في ايه؟ ان نادي المقاولين هيدفع 2 مليون جنيه ثمن العارة للنادي الأهلي والنادي المقاولين هيتحمل كل فلوس عمار حمدي اللاعب رافض اللاعب رافض فالنادي ولأهل عرض علي اهل بهاتخ خمСة مليون جنيه هناخد اثنين مليون جنيه وهندل اللاعب ثلاثة مليون جنيه وانت من اللاعب يروح وجب انت حر تهدي له لو لم ي town رفضها تماماً برئاسة مدير التنفيزي محمد عادي الشم obtained his republican is man is the victim of a child لعيش عليه وZZ. الماولين. عمار قصته هتخلص لان عمار محتاج يلعب كرة والنادي الماولين عايزه هيدفع تنين مليون جن النادي الاهلي والنادي للماولين هيتكفل به اللاعب هيددله تلاتة مليون جنيه اللاعب بتقضوهم في النادي الاهلي. اللاعب طماعه عايز اخد من الاهلي ومن الماولين. طبعا ده مش هيحصل. فقزمة عمار حمدة جمعة خلاص هتخلص. دي حاجة. الحاجة التانية تعال نخش على البلوة المسايحة اللي قالنا اكتر من شرع من دب فيها هي احمد قندوسي. وعرض احمد قندوسي وافلام احمد قندوسي. جاء له عرض رسمي من النادي العرب الكويتي بربعمائة الف دولار للنادي الاهلي. وامتين. ربعمائة اول الف دولار عفوا لللاعب. واللاعب ياخد ربعمائة وخمسين. وامتين الف دولار بالنسبة للنادي الاهلي. حاجة حلوة هاي? حاجة كبيرة هاي? اخفى بقى عننا وروح يلعب في آآآ الدوري الكويتي ورجع لنا السنة الجاية في اي قرية. احسن من سيراميكا اللي كان النادي العلى يدفع من جيبه. دلوقتي النادي العلى ياخد م grosse ألف دولار فا استفاد. والنادي العربي هيدفع الاتب اللي ياخد احمد قندوسي. فقصة фотkraحة بنسبة تمانين في المائه هيش يغلصة بنادي العرب الكويتي نادي من انادي الاندال زور Bloden lids oblima vlichen Tip. نادي محترم ونادي اليه اساس ونادي الشعب الكويت شعب محترم والاندال الكويتية اندية كبيرة ومتميزة جدا جدا جدا. اللي انا عايز اقوله ايه? اللي انا عايز اقوله ان احمد قندوسي قصته يا جماعة اتقفلت نهائيا بعد احترافه في نادي العربي القطري. اتمنى التوفيق لقندوسي حاجة كبيرة حاجة متميزة حاجة محترمة بس ابعد عن النادي الاهلي السنة دي يا قندوسي وتعالى السنة اللي بعدها فايق ورايق وتقدر تدي النادي الاهلي بشكل متميز جدا 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 جدا. فبنسبة لحمد قندوسي يا جماعة مش عايز اقوله رسميا بس بالنسبة الثمانين في المية في الدوري الكويتي. نطلع من القصة دي نخشي ليه اول ظهور للسيد عبدالحفيز. احد المقربين من كابتن سيد عبدالحفيز وكابتن محمود الخطيب سأله اسأل مباشر انت ليه ما حضرتش احتفال النادي الاهلي بالخمسية رد ردا قاطعا قال انا في ايطاليا بقدي العطلة الصيفية وعندي ظرف ما ينفعش ان انا اجي وانا عايز اكمل مع الاسرة مع العائلة في ايطاليا وما قدرتش اجي الحفل. دي رقم اثنين قال له في اي قصص وافلام مع كابتن محمود الخطيب قال لهم ده معلمي واستاذي وبحترمه واستاذ الجليل وكابتن محمود الخطيب قيمة وقامة وانا مقدرش اتلفز باي لفظ على كابتن محمود الخطيب او النادي الاهلي وقال لك انا لحم كتافي واللي عمل اسمي ولي صنعني طبعا بالتأكيد هو النادي الاهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب وكابتن السيد حسن حمدي حسن الحمد ومحمود الخطيب هم اول ناس عينتني كمدير كورة اتمنى التوفير لنادينا الحبيب وانا كده كده اراجع للنادي الاهلي انا كده كده اراجع النادي الاهلي سواء منصب اداري سواء في الاعلام سواء في قناة النادي الاهلي انا كده كده اراجع النادي الاهلي نطلع من السيد عبدالحفيز النجم المحترم الخلوق اللي انا واحد من الناس زمال كاوي وبحترمه وبقدره نخش على مهمة فضل مهمة فضل ده أزكى وأفضل وأرقى كادر حاليا في الناد الأهل اللي انت بتقوله اللي أنا بقوله لك ده راجل عبقري ابناد الأهل عرض عليه وكابتن محمود الخطيب ولجنة الكورة الرئيس لشركة الكورة خلفا لكابتن عبد القيه كابتن عبد القيه داخل على الثمانين محتاج يستقر محتاج يهدى شوية أساريا محتاج الراجل دماغه تبعد شوية عند الوضع الإداري ويركز في قناة النادي الأهلي يطلع يومين ثلاثة في الأسبوع ويستقر ويقعد مع عائلته فمحمد فضل معروض عليه مدير أو مدير تنفيذي لشركة الكورة في النادي الأهل كابتن فضل راجل كبير راجل محترم وراجل متميز جدا أتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله كدر كبير كدر محترم جدا 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 فرسميا محمد فضل معروض عليه مدير لشركة الكورة وفضل موافق قصة كلها بس في بعض الأدوار إضافية اللي طلبها محمد فضل من كابتن محمود الخطيب ألا وهو ليشاء النفني في لجنة الكورة وده الأمر اللي بيدرسوه لجنة الكورة بقيادة كابتن محمود الخطيب أتمنى التوفيق للأهلات أتمنى التوفيق للزمالي هذا كان الفيديو النهاردة لايوي الفيديو رات تشتركه في القناة تفعل زر جرس أصلا على كل جديد أنا محمد يونس أنا محمد يونس